فصة اللي فاتت كنا اتكلمنا على الجدول الدوري لمندليف حصل? كانوا كم عنصر شغال عليهم مندليف? قلنا ان مندليف عمل بعض الحاجات عشان يعد الجدول الدوري بتاعه اللي سماه جدول الدوري المين? مندليف. اللي نشره في كتابه يسمى مبادئ الكينياء. بعد كده عمل تلات حاجات كده مهمين عشان يعمل الجدول بتاعه. اول حاجة اعدى سبعة وستين. لكل عنصر. وكتب عليها. فدرجة. وصيغة الايه? كلام جميل رقم اتنين. تتابل. اصر المتشابهة في الخوار. في اعمدة رأسية سميت. بالمجموعة. سميت. بالمجموعة. وبعد كده يقسم المجموعة الكم مجموعة? مجموعتين. فرعيتين. ايه? كلام جميل? بس الجدول بتاع مندليف لما طارده على العلماء. قالوا له ان الجدول ده فيه مميزات. فيه مميزات. كانوا كم ميزة. اتنين. وكم عيب. اتنين. كلام جميل جدا. جيه بعد مندليف. عالم. يسمى العالم ايه? العالم ايه? موزلي. لا مش سامع. العالم موزلي بقى هيبدأ يتكلم. قبل ما يتكلم العالم موزلي جيه قابليه على طول عالم. يسمى العالم رازر فورد. اسموه يا شباب. رازر فورد. لا مش سامع. قلتولي يا رازر فورد انت هتقول ايه? قال للعالم رازر فورد ده هو عمل حاجات كتير قوي هتاخدها في السنوي. بس عايزك تعرف ان انت في تانية اعداد. ان العالم رازر فورد اكتشف 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 ان النواة تحتوي على بروتونات مجابة الشحنة. فاكر لما كنت بقول لك النواة تحتوي على بروتونات مجابة الشحنة. من اللي اكتشفها? من اللي اكتشفها يا شباب? يبقى عمل رازر فورد اكتشف ان النواة تحتوي على بروتونات مجابة. يبقى العالم رازر فورد اكتشف ان النواة تحتوي على بروتونات مجابة الشحنة. اكتشف ان النواة تحتوي على بروتونات مجابة الشحنة. جيه مين بيقى بعده على طول? لا بعد رازرفورد مزل راح آيل خلاص ماشي يا رازرفورد أطلق عليها على مين على البروتونات على مين أطلق عليها اسم العدد الزر يبقى العدد الزر ده هو بتاع مين البروتونات الموجبة يبقى مين اللي اكتشف البروتونات ومين اللي سماها سماها ايه يبقى العدد الزر ده هو هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل يبقى العدد الزر هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل تمام يبقى دلوقتي احنا عندنا حاجتين اكتشاف البروتونات وتسمية البروتونات اكتشاف البروتونات كان مين اللي اكتشف طب ومين اللي سماها سمها ايه? مش تامة. كمان مرة. كلام جميل. هتكمل يا رازرفورد قال لي اه. بص بقى هيكمل هيقول ايه? بعد دراساته لخواص الاشعة السينية. فاكر الاشعة السينية دي. اللي هي اشعة يا شباب. كدنافوا الاعداد بعد دراسته لخواص الاشعة السينية اكتشف مزلي. ان دورية خواص العناصر تترتب. بتترتب على حسب اعدادها الزرية. وليس اوزانها الزرية. كما كان يعتقد مندليف. ايه الكلام ده يا مستار? يا حبيبي. مندليف كان بيرتب الجدول الدوري على حسب ايه? على حسب ايه? مزلي قال له لا يا مندليف. هو المفترض ما ترتبهاش على حسب الوزن. قال له ما لا ترتبها على حسب ايه? قال له لا ترتبها على حسب العدد الزرية. على حسب الايه? مين اللي خلى مزلي يرتب على حسب العدد الزرية? مين اللي خلاه يرتبها على حسب العدد الزرية? لا مش كده. اكتشاف او دراسة الاشعة السينية. دراسة مين? يعني بعد دراسة الخواص الاشعة السينية اكتشف ان الوزن الزري لا. امالا رتب على حسب مين? امالا رتب على حسب مين? طب يلا سمعني بقى مزل عمل ايه? بعد لخواص الاشعة السينية اكتشف ان تترتب حسب اعدادها الزرية كما كان يعتقد جدول مندليف كان بيترتب على حسب الوزن الزري. امال مزل هيرتب على حسب. على حسب. على حسب. يبقى جدول مندليف كان فيه اوزان زرية. بينما جدول مزل هيبقى فيه. اعداد ايه? اعداد ايه? وبدأ بقى العالم حبيبنا الغالي دهو. مزلي يعمل بعض التعديلات. بعض التعديلات على جدول مندليف. هيعدل على جدول مندليف. مين شاطر ومحترم ومركز يقول اول حاجة مزل هيعملها على الجدول بتاع مندليف ايه? قول. هيرتب العناصر حسب اعدادها الزرية مش اوزانها الزرية. سقفوله. هيبدأ بقى يشيل العناصر ويرتبها تاني. بس على حسب الوزن ولا على حسب العدد? على حسب الايه? بص اول حاجة عملها ايه من التعديلات. رقم واحد. رتب العناصر ترتيبا تصاعديا ترتيبا يا شفاة. ترتيبا يا حبيب. حسب اعدادها الزرية. بص الحتة اللي جاية دي. بحيث يزيد العنصر عن العنصر الذي يسبقه بمقدار واحد صحيح. يعني يا مصر الكلام ده يا مصر. يعني انا لو تلاتين يبقى اللي بعدي? طب اللي بعدي? طب واللي بعدي? انا كنت كام هنا? يبقى اللي قابلي? واللي قابلي? يبقى هيبقى في حاجة اسمها اتنين ونص. اربعة ونص. ليه? عشان هو بيرتب بحيث العنصر يزيد عن اللي قابله بمقدار. يبقى ما فيش انصاص ولا فيه اربع ولا فيه تمن ولا فيه تسعة من عشرة ولا فيه تلاتة من عشرة ولا الكلام ده خالص. ده عشرة اللي بعده? حضاش. اللي بعده? اللي بعده? بس بشارت في الصفوف الافقي. يعني زي دي كده. هو الصف في الافق ده شباب. كنا سمينا دورة ولا مجموعة? دورة. دورة ولا مجموعة? يبقى العنصر هيزيد عن اللي قابله في الدورة بمقدار? واحد صحيح. بمقدار? واحد صحيح. دي اول حاجة عملها مين? موسلي. 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 على جدول مين? موسلي. دي اول حاجة من تعديلاته. فكم اتنين. اضافة الى الجدول. هو مين اللي اضافها? موسلي. على جدول مين? موسلي. يلا هيضيف مين يا حبيبي? اللي المجموعة او عدتكم فتح الكتار. الصفرية. مين المجموعة الصفرية ده موسلي. اللي التي تضم الغازات الخاملة. الغازات الايه? كان لها اسم تاني يا شباب. عناصر غير نشطة. كان لها اسم كمان. لا. غازات بسمها غازات نبيلة. مش نبيل عبي. لا هي اسمها غازات نبيلة. يبقى غازات خاملة او غازات ايه? غازات خاملة او غازات ايه? مين اللي حطي بقى المجموعة الصفرية دي? موسلي. حطها على جدول مين? هو الاضافة. رقم اتنين في الاضافة برضو. اضاف العناصر الاخرى التي اكتشفت بعد اعداد جدول مندليف. بعد ما مندليف خط الجدول بتاعه بعد بفترة. مش العلماء هيكتشفوا عناصر? مين اللي هيحطها بقى في الجدول? مزلي. يبقى مزلي اضاف على الجدول بتاع مندليف كم حاجة? كم حاجة? يا جدعان مش سام. يا جدعان. ايه اللي هم اول حاجة المجموعة? مجموعة. والعناصر الاخرى التي اكتشفت بعد اعداد جدول. كلام جميل جيد. رقم تلاتة والاخير. خصصة مكاناً اسفل الجدول. خصصة مكاناً اسفل لسل سلاتي. اللن ثاني داتة اسمها اللا مش الا. اما اللن ثاني دات. والاكتنتي دات لنساني دات اكتنazioni دات. لا اسمع صوت على اكتني دات. لانساني دات لانساندات اكتنيدات. لانساندات اكتندات. حطيهم فين دول? يعني هو يعمل الجدول ويحطوهم تحته. وسمهم مجموعتين ولا دورتين? مجموعتين مجموعتين ولا دورتين? سلسلة سمالها السلسلة اللانساندات. اسمع والاكتندات مين اللي عمل الحاجات دي يا حبيب عملها على جدول يبقى يلا ركم واحد اسمع صوتك يلا ركم واحد رتب العناق ترتيبا تصاعدين حسب اعداده بحيث يزيد العنصر عن العنصر بمقدار بمقدار واحد صحيح مفيش عدد زري نص مفيش عدد زري تلاتة ونص مفيش لازم مقدار بمقدار واحد صحيح بيزيد عن اللقاب تمام كده يلا اضافة الى الجدول واحد تضم الغازات اعرف واحد محترم بقى يقول لي الغازات الخاملة مين طيب عدد كبير اهو يلا اقول لي هليام هليام نيون ارجون كريبتون زينون زينون اه? يلا نقول لهم مع بعض بقى ها هليام نيون كريبتون زينون كمان مرة هليام نيون ارجون كريبتون زينون في ناس بتاعك ها اخها نعجل يلا جدعان ها هليام نيون ارجون كريبتون زينون اقرب الراجل دا اكس اي اكس اي طب حد عارف الرادن كان رمزه ايه اه لا اه ار ان طب حد عارف الارجون كان رمزه ايه عارفينه بقى طب الكريبتون كي ار الكريبتون كي ار طب الهيليام اتشي طب النيون يلا نسمعهم اخر مرة ها هليام نيون اردن كريبتون زينون دي بسمها المجموعة الصفرية المجموعة اللي هي الغازات الغازات الخامل رقم تلاتة والاخيرة خصصة مكانا اسفل الجدول لسلسلتين مش حلوة لانسانيدات 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 اكتنيدات لانسانيدات اكتنيدات لانسانيدات اكتنيدات لانسانيدات اكتنيدات لانسانيدات اكتنيدات لانسانيدات اكتنيدات سمام? سمام. وبنان عليه يا مندليف انت بترتب في الجدول بتاعك على حسب الاوزان وانت يا مزلي على حسب على حسب ماشي يا عم يلا بقى مستر خلاص خلصنا من مزلي بعد ما نخلص من مزلي هنخش على الجدول الدوري الحديث الجدول الدوري الحديث طبعا يا شباب واحنا شغالين كده ملاحظين ان الدنيا بتتطور واحدة واحدة اه الجدول الدوري التاع مندليف كان فيه اخطاء فبدأنا نعدلهم ونضيفوا شوية حاجات وبدأت الدنيا تتطور فعشان كده بعد ما جينا هنا قلنا ان اسمه جدول دوري ايه ده الفيرجن الجديد ده الاندرويد العالي خالص احنا شغالين بيه لحد دلوقتي لحد دلوقتي تمام ماشي بدأت الدراسات الدقيقة بقى توصلنا التركيب الصحيح للزرة كان ليه تجربة كبيرة جدا ومهمة قوي عالم يسمى العالم بور العالم ايه العالم ايه شباب احنا كده كام عامل عالم اربعة اربعة مندليف رزرفورد موزلي بور سمعني كمان مرهة رزرفورد موزلي بور طيب رحت البور يا بور انت عملت ايه قال لنا اكتشفت المحترم اللي بصص في الكتاب سيبك من الكتاب اكتشف خلاص اكتشف وخلاص اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية اكتشف يا شباب مستويات الطاقة الرئيسية وعددها كام؟ سبع فاكرين مستويات الطاقة الرئيسية؟ صبع كنا بنقولوا ان استنى بس كنا بنقولوا ان في هنا النواة صح؟ صبع وحوالين النواة بالدوري الالك؟ في مستويات تسمى مستويات؟ صبع اللي كان عددهم؟ صبع يلا كي ل ام ان او مين اللي اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية؟ مين؟ يلا ادي كي ال ام ام او بي يو دا كي وده المستوى الاول دا الا وده المستوى الثاني اما الثالث ان الرابع او الخامس بي السادس كيو وده السابق يبقى كم مستوى شباب؟ سابق المستويات دي بسمها مستويات طاقة ايه؟ مستويات طاقة ايه؟ مستويات طاقة ايه؟ طاقة ايه؟ نيمتهم؟ سابق عددهم؟ سابق حلوة اوه بعد كده اكتشفنا العلماء ان كل مستويات طاقة رئيسي جواه عدد من المستويات الطاقة الفرعية زي كل دور فيها قوض ده هي الدور ده اوه يعني مستوى طاقة رئيسي والقوض اللي جواها مستوى طاقة ايه؟ فرعية يبقى انا عندي كم مستوى؟ سبعة سبعة كم مستوى؟ سبعة يا اما بي يا اما دي يا اما اف كم مستوى فرع دول؟ سبعة كم مستوى فرع دول؟ سبعة يبقى المستوى that MLK الأل pane كم مستويات الطاقة الرئيسية كم؟ سبعة والفرعية يبقى المستوى الاول في وحد طب والتنسى قال لنا فيي الاس والبي طب والتالت قال لي اس وبي ودي بس هل باقي عشان انا هزود اهو ما دول للاطلاع فقط بس انا حابب ان انا افتح دماغ الناس اللي عايزها تفهم طب وانت يا رابع قال لنا اس وبي ودي واف حتة دي مش في الكتاب طب والخامس فاس ودي ودي واف برضو يعني زي بعض اه طب والسادس فاس وبي ودي بدانا ايه اللي تاني طب والسابع فاس وبي بس ما لاحز حاجة ايه كلهم فيهم اس بس ايه الفرق بين اس دي واس دي ده اس دي في الاول انما دي اس في التاني وده اس وده اس يلا المستوى ايه فيه مستويات فرعية اس طب والمستوى التاني طب والتالت والرابع الخامس السادس السابع دي مستوى الطاقة فرعية ولا رئيسية يبقى المستوى الطاقة الرئيسية عددهم والفرعية عددهم كل مستوى طاقة رئيسي يحتوي على عدد محدد من المستويات الطاقة كل مستوى طاقة رئيسي يحتوي على عدد محدد مستوى الطاقة امين وصل الكلام صعب القصة حال يا جدول يا دوري يا حديث نعم احنا كده عندنا كام كام عنصر قال للحد دلوقتي يا باشا احنا عندنا مية وتمنتاشر عنصر اتنين وتسعين منهم موجود في القشرة الارضية او الطبيعة والباقي يحضر صناعيا انا اللي بحضره في المعمة او في الصناعة انما زي الاكسوجين والهيدروجين والنيتروجين والحديد والفوسفور والكلام ده كله موجود في القشرة الارضية او في الطبيعة موجود في القشرة الارضية والاي انما الباقي بنحضره صناعيا بنحضره يا شباب الجدول الدوري الحديث بقى شكل وهيبقى عامل ازاي ركز عشان انت هتنم مني يا حبيب قلبي مش عايز اقول اسمك في الفيديو اسمع بقى مني وشوف انا هرسم الجدول الدوري الحديث ازاي عشان انا هصور الناس اللي هترسموا هو حفظ يا مستر لا مش حفظ بس في حاجات منه لازم ان تعرفها حاجات اللي انا هقولها دلوقت صلي على الحبيب زيد النبي صلاة جدول الدوري الحديث رسمته عاملة كده يا رب يا ده مستر الناس اول ما تبص في الجدول الدوري الحديث ده كده تبص كده يا رب يا ده انا حافظ جدول الدرب بالعافو اتقول لي جدول دوري الحديث ده الموضوع كبير يا مستر لا الموضوع مش كبير سهل اللي جواه العناصر اللي جواه دي ما بتتحفظ بس شكله بيتحفظ يعني هم مكام عمود زي ما انا هرسم دلوقت ايفل الكتاب وركز معايا بقى شوف انا برسمه ازاي عشان تتعلم رسمته بنزل انا بعمود كده شايف انا عملت ايه عمود وروحتي عمل شباك فوق ونزلت بعمود تاني هو العمود اللي انا رسمه ده مجموعة ولا دورة مجموعة يبقى انا كده عندي كم مجموعة مجموعتين كلام جميل رحت انا عمل كده شباكين كمان اهم شباك وتحته اتنين ودي التالت اهو يبقى ادي واحد ادي اتنين ها تلاتة بص بقى انا مشيت شوية كده وروحت اتطلع تاني وروحت ماشي شوية وروحت تاني طلع بشباك ونازل اه دي مجموعة وروحت عمل الشباك شايف شباكين في الاول فوق لوحدهم خالصهم صح كده شايف الخط ده مش امشي هنا عشان ده فاضي وبعدين امشي خالص واجه عمل واحد تاني هنا فاهمين حاجة انت هتتعاوب بقى من كتر الايه الرسمة وانا هفاهمها لك دلوقت طب وبعدين بصوا معاي روحت شادت خط كمان كده وانا ماشي اهو ونازل بدا كده ومكمل ده خالص مش عايز الصوت يا حبيبي يبقى انا واحد اتنين تلاتة اربعة انزل بالخامس ولا انا برسمها دي دورة ولا مجموعة اهو عشان ماشي ايه افق ادي السادس لكز مع عشان تفهم وادي السابع اهو يبقى كم دورة يا حبيبي سبعة مش سامعة سبعة طب تعالا نعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة كم دورة سبعة وفقية ولا رأسي فقية ولا رأسي فقية ولا رأسي فقية ولا رأسي بص بها رح تكاتب من الدورة الاولى كده وانا ماشي فيها اتنين بس الدورة الثانية السالسة الرابعة صفوف يعني الخامسة السادسة السابعة وبناء عليه الجدول الدوري الحديث بيتكون من سبع دورات افقية سبعني كده الجدول الدوري الحديث بيتكون من ايه سبع دورات افقية مستمع يا جدعاء سبع دورات افقية فضلا انا عايز اشوف المجموعات الرأسية كم مجموعة قال لي تمنتاشر مجموعة ازاي بقى ارسمهم بص معايا دول كم مجموعة حبيبي اتنين كده صح؟ اروح في البلوك اللي هناك ده هك ارسم فيه ستة ده واحد روح تراسم التاني ادي التالي ادي الرابع ادي الخامس والسادس يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كم مجموعة؟ ارسمهم في النص بص بقى العشرة هم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية تسعة عشر يبقى كده كم مجموعة؟ عشر كم مجموعة؟ عشر كم مجموعة؟ اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعتاشر تمنتاشر اللي انا رسمتهم التمنتاشر دول بسمي انت بتبص في ايه؟ في البيت معاك انا عايزك لما تراوح تاخده في حضنك لحد ما اتنام احلم معاه زي ما انت عايز الكتاب بيحلوة اوه احنا عاديم في الحصة احنا ده جميل يا مستر والله روح يا باشل بتقعد زي ما انت عايز وفصص في زي ما انت عايز انما دلوقتي اسمعني عشان تفهم الشرح تمام؟ ماشي يبقى كم مجموعة حبابي دلوقتي؟ طب طب الارقام اللي انا رسمتها فوق دي او اللي انا كتبتها فوق دي اسمها ترقيم حديث ترقيم ايه؟ يبقى المجموعات لها ترقيم اسمه ترقيم؟ حديث يبقى الترقيم الحديث يعني واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة وستة والكلام ده وكل طب لها ترقيم تاني اه اسمه ترقيم تقليدي ترقيم ايه؟ تقليم يبقى دلوقتي هاهو تمنتاشر مجموعة ها رأسية تمنتاشر مجموعة ايه؟ رأسية يلا الترقيم التقليدي one a two a ها امشي سيب دي دلوقتي سري اي. فور اي. فايف اي. سيكس اي. سيفن اي. زيرو. ايه زيرو ده مصر? المجموعة الصف ري. ايه زيرو ده يا شباب? اللي فيها مين? اللي فيها مين يا جدعات? الغازات الخامة. طب ودول يا مستر. اللي دي اسمها سري ايه? يبقى سري بي. فور بي. فايف بي. سكس بي. سيفن بي. بص الكلام بقى. دول كلهم كده التلاتة دول هسموهم ايه? المجموعة التمنة. وبعدين وان بي. وبعدين تو بي. ده اسمه ترقيم ايه? ترقيم يا شباب. يبقى انا عندي المجموعات. ليها كم ترقيم? ترقيم حديث? ترقيم حديث? مش تامة. ترقيم حديث وترقيم تقليد. مش تامة. ترقيم حديث وترقيم تقليد. الحديث ما فيهوش مشكلة يا مستر من واحد لحد تمنتاشر. مش قضية خاصة. انا عايز اتكلم على الترقيم التقليدي. يلا سمعنا كده الترقيم التقليدي. انت شايفني? بالله عليك شايفني? روح هناك نقوا عشان تشوف. عيد له العمود وخلاص? يلا شباب كلهم تاني مع بعض يلا ها? او المجموعة التمنة او المجموعة? لو لاحظت ان المجموعة التمنة دي عبارة عن تلات اعمدة مع بعض. يبقى المجموعة التمنة فيهم تلات اعمدة تحتهم. ما لهمش حروف. ولا ايه ولا بي. ثم انا هاحفظ الحاجات دي اه. ايه اللي احفظه تانية مستر? هاحفظ ان الجدول الدوري بيتكون من كم دورة? وكم مجموعة? كم مجموعة? والمجموعات دي لها كم ترقيم? ترقيم حديث. تحفظ لي بقى الترقيم التقليدي مهم قوي. زائد في اربع فئات. اربع يا شباب. فئة يرمز لها بالرمز اس وبي ودي وقف. حد يقول لي فيه حاجة في الجدول دي نقصة. سقاف المحام الخامين. بيقول لي فيه تحت الجدول سلسلتين اللي هم اللانساندات مش سامن. لا مش سامن. تحت الجدول الدوري الحديث. هو مين اللي ضاف اللانساندات والاكتنيدات دي جدا. مزلي. مزلي ولا بور? مزلي. ماشي. هتسمع الفيديو. وتشوف. وبعد كده اتجاوبني. هم ليه سموها لانساندات? وليه سموها اكتنيدات? واحد يجاوبني وقول لي كانت جدته اسمها لانساندات? مسلا انا مستطيع. تحب يسميها عشان جدته اسمها لانساندات? ينفع? لا. ليها مغزة ان هي اسمها لانساندات? انت اللي هتعرف صاحب مش موجودة في الكتاب يا صاحب اهو عتدور. سيبك ما عادي دي ولا بالكاتشاب? خسيها دلوقتي خليها دلوقتي. بص فيه في البيت. يبقى ده اللانساندات. والاكتنيدات. وهم عبارة عن تمانية وعشرين عنصر. اربعتشر فوق واربعتشر تحت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. اربعتشر عنصر فوق في الانساندات. واربعتشر عنصر تحت في الانساندات. عشان كده كلهم كم عنصر? كم عنصر? كم عنصر? لا انا مش هكمل اللباء اما نجاوب صح. الجدول الدوري كم دورة? كم دورة? كم دورة? هطلع واحد قدام الكاميرا. كم دورة? كم مجموعة? والمجموعات لها كم ترقيم? ترقيم حديث? يلا هنقوله اخر مرة الترقيم التقليدي من اول هنا كده وانا ماشا. وان اي. تو اي. سري اي. فور اي. سبن اي. زيرو. اللي فقى المجموعة الصفرية دي فاهمين? يلا كمل يا باش ها. سري بي. فور بي. سيكس بي. ايه? وان بي. وان بي ايه? يبقى كده طمانتاشر? مجموعة. طمانتاشر? اربع فئات. ايه اربع فئات دي بقى مستر? شايفين الجبل اللي هنا ده? الجبل ده اللي هي الفئة اس. اللي هم اللي اتنين ده. طب شايفين الجبل اللي هنا ده? ده الفئة بيه عم مصطفى. شوف باشا كلهم عامل ازاي? يعني الحتة دي كلها فئة بي. والحتة دي فئة اس. والحتة اللي في النص دي اللي هي الفئة دي. واللي تحت دي الفئة اف. يبقى انا كده قسمت الجدول لاربع اجزاء. الجدول الدوري كان فئك? كان فئة. كان فئة. الفئة? اس ودي. ودي واف. الفئة اس تقعد. طبو دي. طبو دي. طبو اف. دي بتتكون من كم مجموعة. انما دي. انما دي. انما اللي تحت. دي تتميز مجموعتها بالحرف. انما دي تتميز بالحرف. ما عدا المجموعة. طبو دي تتميز بالحرف. ما عدا المجموعة. اللي بتتكون من. تلات اعمل صح الكلام? طيب. حد يقول لي الفئة دي ده. تفصل بين الفئة اس والفئة بي بتفصل بينهم. زي الرجل المحترم ده بيفصل بين ده وبين ده. برضو الفئة دي بتفصل بين اللي المجموعة دي.